أهلا وسهلا فيك رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على أداة مهمة جدا بالفيسبوك وهي الأداة يا شباب عبارة عن إضافة فيك تضيفها لمستعرض الانترنت الجوجل كروم ومهمة هي الأداة يا شباب حذف جميع المجموعات اللي انضمت لها بضغطة زر واحدة حذف جميع رسائل المسنجر بضغطة زر واحدة حذف جميع الأصدقاء كذلك الأمر بضغطة زر واحدة بس قبل ما نحمل الأداة ونبدأ شرح عليها ياريت تعطوني لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية إذن أصدقائي عندي أداة أكثر من رائعة لحذف جميع الأصدقاء على الفيسبوك بضغطة واحدة حذف جميع الرسائل على المسنجر بضغطة واحدة حذف جميع المجموعات اللي انضميت لها بضغطة واحدة الأداة مثل ما أنا شايفين هي الواجهة الخاصة فيها من وين فين يحملها؟ فين يحملها من متجر الكروم بتبحث داخل المتجر عن LOC بيطلع لك هذا الرمز وهي هي الأداة وفيك تعمل لها إضافة للكروم من هذا المكان على الزاوية هون بتلاحظ الأداة صارت موجودة بتضغط عليها أو بتثبتها كذلك الأمر بالواجهة الرئيسية وبعد ما ضغطنا على الأداة اللي ثبتناها عندنا بالكروم بيطلع الواجهة الرئيسية الخاصة فيها وأكيد أنت على نفس المستعرض بتكون مسجل دخولك بالفيسبوك يعني حسابك على الفيسبوك مسجل دخولك فيه بالتالي أكيد رح يظهر بهذا المكان صورة البروفايل الخاصة فيك ومن هي القائمة اللي على اليسار منلاحظ في عندي عدة أوبشينات ولكن في عندي ملاحظة مهمة جدا يا شباب من الضروري جدا أن البروفايل الخاص فيك يكون باللغة الإنجليزية يعني بتفوت على إعدادات الفيسبوك وبتقلب اللغة للغة الإنجليزية لحتى هاي الأداة تتوافق 100% مع البروفايل الخاص فيك عندي هون على اليسار عبارة Tools بضغط عليها منلاحظ فيها عدة خيارات فمثلا عندي خيار لFriends Remover من هذا المكان أصدقائي بإمكانك تحذف جميع أصدقائك بضغطة زر واحدة طبعا من هذا المكان أرجيني 100 خيار أو 100 صديق بآن واحد منلاحظ أن الخيارات صارت كثير كبيرة لهون تمام؟ وفيني أعلم على الأصدقاء واحد واحد أو فيني أعلم عليهم جميعا تمام؟ ومن ثم منقل له Buy Buy يعني حذف جميع الأصدقاء بضغطة واحدة بعض الأوبشينات يا صديقي ممكن ما تشتغل لأنه التطبيق أو هاي الأداة فيها أشياء مدفوعة تمام؟ هاي ملاحظة مهمة جدا وعندي كذلك الأمر الـ Group Scanner إذا ضغطت عليها راح يعطيني بهذا المكان جميع الـ Groupات اللي أنا مشتريك فيهم طبعا بهذا المكان فيني أعلم على الـ Group لحالها تمام؟ أو فيني أعلم على جميع الـ Groupات وقال له من هذا المكان Leave أو الخروج أو المغادرة تمام يا شباب؟ من هذا المكان شايفين؟ علمت على جميع الـ Groupات وفيني أعمال مغادرة وكذلك الأمر عندي الـ Beiges Scanner يعني ماسح الصفحات بهذا المكان فيني أعلم على جميع الصفحات اللي عندي إياها طبعا فيني أظهر جميع الصفحات وبالتالي بتظهر جميع الصفحات اللي أنا معجاب فيها متل ما أنا شايفين؟ فيني من هذا المكان أعلم تعليمي واحدة ويتعلم على جميع الصفحات تمام؟ وقال له Unlike يعني الخروج من الإعجاب بجميع الصفحات وعندي كذلك الأمر Privacy Changer اللي هي عبارة تعديل الخصوصية فيني عدل الخصوصية لمنشورات معينة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا تمام؟ وقال له Only Me يعني فقط الإظهار إلي أو للـ Public للجميع أو للـ Friends للأصدقاء ومن ثم بضغط هذا الخيار اللي هو Submit Change بالتالي هاي البوستات رح تتعدل خصوصيته جميعا ضربة واحدة من مثلا العامة إلى الأصدقاء أو أنا فقط وأخيرا عندي Message Downloader بهذا المكان فيني حمل المحادثات اللي عندي على المسنجر إذا حابب حد ملا أو فيني إحذفه جميعا فملاحظة أنا فيني يعلم عليهم كلهم بشكل كامل ويأرجيني بكل محادثة كم سطر أنا كتبت كم سطر في منهم ألف سطر خمسمائة سطر وما إلى هنالك ومن هذا المكان بضغط على Delete سيقول لي هل أنت واثق من حذف جميع هاي الرسائل داخل المسنجر؟ بقول له نعم وبهي العملية بيكون حذف لي جميع الرسائل الموجودة بمسنجر الفيسبوك أصدقائي هذا كان شرح بسيط لهالأداة وهالإضافة الأكثر من رائعة داخل مستعرض الانترنيت الجوجل كروم لا تحكم شبه الكامل بجميع المنشورات والأصدقاء والصفحات داخل حسابك على الفيسبوك شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية العربية